سري تو وان مفتي رحمة مساء الخير مساء الفول النهاردة جيب لك ثلاث اسئلة هنأمل بيون حلقة جديدة والثلاث اسئلة مختلفين عن بعض تمام الله الله جميل جدا يلا ديني اول سؤال ايه افضل طريقة اتعلم بيها البغض اه سؤال رائع سؤال رائع وجميل جدا حدولك في اجابة قصيرة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الاجابة دايلي سيتيواشن ايه افضل طريقة انا رحفظ بيها كلمات جديدة ولا يعيك بالسؤال اولايا بسم الله الرحمن الرحيم الاجابة دايلي سيتيواشن ايه افضل طريقة اي افضل طريقة ازاي اتكلم بنابواك اكتر واتكلم بسيكة وانا عن سيكة فنفسي كده اقد Jimmy اه ما هاكيد انك سيكة مش هتتكلم طيب تمام حديكم اجابة مختلفة عن الليجتين الاولانيين خلط بسم الله الرحمن الرحيم الاجابة دايلي سيتيواشن الديلي سيتواشن هو اسلوب لتعلم اي لغة مش بس اللغة الانجليزية من خلال ترجمة المواقف اللي بتحصل في اللغة بتاعتك للغة اللي انت عاوز تتعلمها سواء بقى كان المواقف ده حاجة بتحصل لك في المواصلات بشكل يومي حاجة بتحصل لك وانت بتشتري لبس مواقف وانت على التليفون وهكذا المواقف اللي بتحصل بشكل يومي او شبه يومي او بشكل روتيني وميزة الاسلوب دوت ان الحاجات دي بتحصل لك بشكل دوري وبالتالي انت حتفتكرها باللغة اللي انت بتتعلمها كل ما ده يحصل او كل ما الموقف ده يحصل بس بيبقى في مشكلة واحدة بس وعشان كده انا عملت السلسلة ديت اللي ان شاء الله حكمل فيها بدعمكم ان احنا ما بنبقاش عارفين ازاي نترجم الموقف دوت للانجلش مثلا فبالتالي بنروح لقواميس وقواميس بترجم ترجمة حرفية وبدل ما انت بتتعلم حاجة كويسة لا ده انت بتثبت في دماغك حاجة غلط النهار ده بقى انا جايب لك اول موقف واكتر المواقف اللي بتحصل لنا في اللغة الانجليزية وهو الفون فريزز او الجمل اللي ليها علاقة بالتليفون بس عشان الاسلوب ده ينجح فانا طالب منك حاجتين لازم تعملهم الحاجة الاولية ان انت لازم المعلومات اللي انا هقولها في الفيديو بتاع النهاردة واي فيديو تاني من سلسلة المواقف اللي انا هكمل فيها ده لازم الفيديو ده يبقى موجود عندك على الموبايل او على الاقل خالص تاخد الجوم اللي انا هقولها في الفيديو وتكتبها في نوتبوك النوتبوك دي موجودة معاك في كل حتة انت بتروحها الحاجة التانية انك لما يحصل الموقف ده بالعربي تبتدي تتخيل انك تقوله بالانجليز وتحاول تفتكر الجملة اللي انا قلتها في الفيديو لو نسيت ما حصلش حاجة خالص طلع النوتبوك او الموبايل بصها الجملة وحاول تقولها بالانجليز مش لازم طبعا بصوت عالي ممكن تقولها في سيرك لو عملت الموضوع دوت 3 اربعة يام وارا بعد او كل ما الموقف ده يتكرر والموقف ده يتكرر كتير انا اؤكد لك انك هتلاقي نفسك بدأت بتتكلم بلا باقة في الموقف دوت ودوت السير في الموضوع وخليني كمان اقولك انه اسلوب الدايلي سيترويشن دوت عامل زي اسلوب تعليم البيبي بالزبط هي جمل بتتكرر بشكل يومي البيبي بيسمحها ومع الوقت بيبتدي يقولها لا بنشرح له لا جرامر ولا نحو ولا تركيب جملة ولا غيره فالموضوع ممتع جدا وفي نفس الوقت هتستفيد جدا جدا اول جملة معانا بتحصل على التليفون لو حد بيكلمك ان انت بتقول مين معايا بالانجليز بنقول الرادة بيبقى كزا وتقول اسمك او تقول بس مش وتوقف وتقول اسمك تاني جملة معانا وبتحصل كتير اوي برضو ان انت بتقول انا بتكلم بخصوص وبنقول بالانجليز وبتقول بقى الحاجة اللي انت بتتكلم بخصوصها او بشأنها أنا بتتكلم بخصوص الاكل ما هي المصريف وهكذا وتحط الحاجة اللي انت بتتكلم بخصوصها عاوز تقوله واحد علي صوتك عشان صوته واطي فبتقوله raise your voice raise يعني علي وyour voice اللي هو صوتك raise your voice صوتك بيقطع your voice is breaking up your voice is breaking up لما تحب تقوله واحد مثلا أنا آسف أنا مسامعك sorry I can't hear you sorry I can't hear you الشبكة ضعيفة يعني مفيش إشارة بنقولها بالإنجلش I'm having a bad reception sorry I can't hear you I'm having a bad reception دي طريقة من الطور اللي بتقال بيها إن الشبكة ضعيفة ممكن برضو تقول I can't get a signal I can't get a signal بعد كده I'll call you back يعني حكلمك تاني I'll call you back call يعني يكلم أنا بقى بقولك أنا حكلمك تاني فبتحط back في الآخر I'll call you back الخط مشغول The line is busy The line is busy أنا كلمت الرقم بالغلط وعاوزتقول أني آسف مثلا فتقول I'm sorry I dialed the wrong number Dialed يعني اتصلت أو كلمت أو طلبت Sorry I dialed the wrong number لما تحب تقول له واحد استنى معايا على الخط أو أنا ححطك على hold ممكن نقولها بكذا طريقة الطريقة الفورمل أو الرسمية إنك تقول له I'm sorry I'll put you on hold Put you on hold I'll أنا سوف I'll put you on hold هحطك على hold أو ممكن تقولها بطريقة شوية عادية مش فورمل قوي اللي هي hold on please أو hold the line please أو الطريقة اللي ما بينك وما بين صحابك اللي هي hang on hang on يعني استنى hang on اللي بعد كده hang up on يعني يقفل السكة في وش حد hang up on يعني لما قولك مثلا إيه ما تقفلش السكة في وشي هنجيب طبعا don't في الأول واقولك don't hang up on me don't hang up on me again ما تقفلش دور السكة في وشي تاني don't hang up on me لو عاوز تقول للحد بقى أنا هحول المكالمة حد بيكلمك مثلا وانت عاوز تقول له هحول المكالمة فمتقول بالإنجليش I will transfer the call transfer يعني حول هحول المكالمة or I will put you through I will put you through so I will transfer the call or I will put you through لما تتصل بقى وتحب تسأل تشوف إذا كان حد ده موجود ولا مش موجود بنستخدم صفة available كتير فمسلا بتتصل بسأل على محمد وعاوز أعرف محمد موجود ولا مش موجود فعاوز بالإنجليش is محمد available is شيماء available والرد بتاحها هيبقى يا إما تقول she's available yes she's available هي متاحة أو موجودة أو sorry she's not available أو he's not available طيب لو هي معاها مكلمة تانية وانت عاوز تقول إنها معاها مكلمة تانية عاوز تبقى محدد أكتر فحتقول بالإنجليش she's on another call she's on another call لو عاوز أعتزغل الحد وأقول له أنا معايا مكلمة تانية فهقول له sorry I have another call أو sorry I am on another call شوية جمل بقى مش لازم تبقى محادثات أو جمل بتحصل على التليفون على قد ما هي حاجات مرتبطة بالموبايلات عموما لو عاوز أقول مثلا البطارية فصلت أو الموبايل مش شغال عشان البطارية فصلت بنقول بالإنجليش the mobile is dead يعني الموبايل ميت أو the battery is dead the mobile is dead أو the battery اللي هي البطارية is dead لما تحب تقول مثلا الواحد موبايلك مقفول حتقول له your mobile mobile أو موبايل في البريدش your mobile is off your mobile is off لما تحب تقول مثلا إن حد ما بيرودش ففي الإنجليش ممكن نستخدم كلمة answer فعالة answer ونقول he doesn't answer the phone أو في فعالة تانية اسمه pick up فنقول he doesn't pick up أوكي ده phone بقى ممكن تشيلها وتحطها زي ما انت عاوز دي أغلب الجمل اللي هي علاقة بالتليفون ومحادثات التليفون لو عاوزني أكمل في السلسلة ديت please حاولوا تعملوا share لأن احنا ممكن نصور خارجي نروح نصور في مطاعم نكلمك على مواقف تانية مختلفة نبقى للميني مواقف كتير جدا بجد تساعدك إنك تتكلم بطريقة أفضل الأسلوب ده جيد جدا ومن أفضل الأسليب المتبعة في تعلم اللغات that's all for today thank you and wish you all the best